احيانا تيك توك بيعمل حاجات عظيمة جدا ان واحد مثلا يعمل خير على تيك توك ويصوره وان واحد تاني يكون عنده موهبة محترمة ويعرضها للناس والناس يشجعه بس ما كنتش متخيل ان في واحد ممكن يسافر من 2021 لحد 2027 ويعمل فيديوهات ويعرضها كمان على تيك توك النهاردة معانا حكاية الرجل الاسباني اللي سافر من 2021 لحد 2027 كل حاجة هتعرفها بتفصيل عن الرجل ده قبل اي حاجة اتمنى تصلى على النبي على يا ابن رسالة والسلام ولو انت بتحب الخيال جامد هتطبقى الرؤى باللبن بتاعك علشان احنا طبعا في العيد وكده ويركز معايا يلا بنا نبدأ الحكاية بتاعتنا انه عرضها تخيل معايا كده ان في شخص بيصور فيديوهات من 2027 ايوا زي ما سمعتك كده بالضبط 2027 احنا السنة دي 2021 فقالا بيصور فيديوهات وعرضها على تيك توك في 2027 صاحب الحكاية اللي بنتكلم عليه النهاردة بيتدعي او بيقول انه كان فغيبوبة ولما فاء من المستشفى اكتشف انه موجود في 2027 اتضربت انه صور المستشفى ولقاها فاضية خالص ما فيهاش اي حد وعلشان يتأكد اكتر انه فعلا في 2027 مش في 2021 تنزل تحت وقف قدام المستشفى وصور المكان وفعلا ملقاش حد موجود في الشارع ولما الناس كدبوه وقالوله لأ انت اكيد مصور الكلام ده وقت الحذر او مصوره في وقت الناس ما بتكونش فيه موجودة كالعادة انت ممكن تكون مصوره الساعة خمسة الصبح ستة الصبح في وقت فيه يحذر وفيه كرونا كان التحدي انه هو يروح المترو ويروح اماكن فيها ناس كتير وفيها حركة ويصورهم الفيديوهات دي من هناك وطبعا نصور الفيديوهات دي وعرضهم على التيك توك والفيديوهات دي جابت له نسبة مشاهدات عالية جدا والدرجة ان الناس ما صدقتش اللي هو بيامنه بس الحقيقة الحكاية مش بالبساطة دي الموضوع اكبر من كده بكتير لانك كل ما اتبع فيديو للراجل ده واتبع تحدي من ضمن التحديات اللي الناس بتعرضها عليه هتصدق الفيديوهات اللي انت شايفها قدامك دي بعد تارت فيديو او رابع فيديو الناس بدأت تتحداك ان هو يروح يصور في اماكن عما اماكن كل الناس بتخرج فيها زي المترو الانفاء زي الاقسام زي المستشفيات الحكومية زي الطرق العامة اللي بيمشوا فيها كل الناس وطبعا بالفعل الرابل الازباني ده عمل اللي هم طلبوا منه وان الفيديوهات دي فعلا مش قديمة الفيديوهات دي فعلا متصورة في 2027 الموضوع موقفش عن الناس اللي بتطلب تحديات واس لكمان فيه قناة تلفزيونية طلبت منه تحديات علشان يعرفوا ازا كان فعلا هو عايش في 2027 ولا عايش في 2021 فيه تحدي جاله ان يروح المستشفى اللي فق منها اللي كان وقتها حاصل له فيها الغيبوبة والمفاجأ هنا انه لما راح المستشفى لا كان فيه اطباء ولا كان فيه ممرضين ولا كان فيه حتى افراد امن موجودة في المستشفى والاغرب من كده انه لما الطلب منه تحدي انه هو يفتح جهاز كمبيوتر طالما ما فيش حد جوه ويشوف التاريخ بتاع جهاز الكمبيوتر كان الناس اتفاجئت ان التاريخ كان 2027 لكن شهادة لله كان كل شيء ملموس كان 2021 يعني اي ورقة موجودة في المستشفى كانت بتاريخ 2021 مش بتاريخ 2027 من المتابعين بتوعه والطلب منه تحدي انه وسأل جهاز اليكسا اللي معروضه قدام حضراتكم ده لكن المفاجأة ان الراجل ده لما مسك الجهاز وسأل الجهاز آآ النهاردة كان ده اليكسا الجهاز قال له انه احنا في 2027 مش 2021 من الاخر كده الجهاز ده موجود طبعا نت وموجود متوصل بشبكات جوجل ما ينفعش حد انه يلعب فيه ايه التحديات زادت وفيه ناس كتير جدا طلبوا منه ان يروح اماكن فيها ناس موجودة كتير خصوصا ان الراجل ده ساكن في مدينة فالنسيا الاسبانية الي عدد سكانها اصلا اثنين مليون ونص نسمة زي ما شفت كده قدامك فعلا ملقاش حد موجود خالص في الشارع مش بس كده التحديات زادت اكتر واكتر جاله تحدي صعب جدا ان هو يروح المعابد والكناسة القديمة جدا الي مفترض موجود فيها افراد امن وقفين حرص للمكان ده ولكن الاسف قدر يدخل الكنيسة وكانت فاضية تماما وما فيهاش اي حد التحديات زادت اكتر والطلب منه ان هو يروح المطار ولما راح المطار ودخل الصالة بتاعتني المطار كل الناس اتفاجت ان صالة المطار فاضية تماما والغريب بقى بدأ كله ان كان فيه رحلات مجدولة يعني فيه رحلات كانت مفروض انها كانت تطلع في وقت قريب طب يا ترى من اللي بيمشي رحلات دي ومن اللي بيجدولها الله أعلم التحديات زادت اكتر الطلب منه ان يروح الاصر الاسباني اللي موجود في فالانسيا ويدوه لخمسمائة الف دولار لو قدر ينفذ التحدي وينجح فيه لان المنطقة دي شادت الحراسة يعني عليها حراس كتير جدا ومش بس كده المنطقة كمان تابعة للمملكة الاسبانية يعني مستحيل لو عمل كل اللي فات بالرشوة والمحسوبية مستحيل انه يرشي المملكة الاسبانية وبالفعل زار المكان وما كانش فيه اي حد موض جوا لدرجة انه فضل يتمشى في المكان براحته جدا بدأت تزيد اكتر واكتر والناس بدأت تشكك فيه بدرجة انه هم طالبوا منه انه يروح مكان مشهور جدا وفيه ناس كتير ويصور نفسه وهو ماشي وفعلا حصل واثبط لهم ان الموضوع ده لا فيه منتاج ولا فيه تعديل ولا فيه اي حاجة من الحاجات اللي بيقولوا عليها دي ولما اتعرض الفيديو ده على الناس فيه بعض الناس المتابعين ليه قالوا له انت مصور الكلام ده الساعة 6 الصبح انت مصوره في وقت الفجر حادي جدا يعني وقت الفجرية والوقت ده الناس كلها ما بقاش موجودة فيه اثبتلهم العكس وصور في وقت كل ناس بتكون موجودة فيه لدرجة كمان انه صور الساعة بتاعت الشارع مش الساعة بتاعت ايده او حتى الساعة بتاعت الكمبيوتر او بتاعت بيكس اللي قلنا عليها من شوية بتاعت جوبا وقدر وقتها انه يثبت للناس ان الساعة 6 لربع المغري لدرجة انه الطلب منه ان يروح ملعب فالنسيا لأسباني وان يخش الملعب وكمان يخش غرفة اللعيبة بتاعت الملابس وبالفعل عمل كده واثبط لهم ان هو الوحيد اللي جوا الملعب وهو الوحيد اللي جوا غرفة الملابس ومش بس كده واحد من ضمنه امتابعينه طلب منه انه يروح اضجت الحيوانات وكانت المفاجأة انه لما راح اضجت الحيوانات ملاقاش فيها اي حيوان موجود في الحديقة انك انت تسافر عبر الزمن من 2021 لحد 2027 وتشوف العالم بعمل ازاي فدي حاجة انا بصراحة بحبها جدا خلينا نشوف اليومين جايين هيحصليه هكون متابع معكم لحظة بلحظة حساب الراجل ده وان شاء الله هردلكم طول الوقت هو بيعمل ايه وهيعمل ايه الفترة اللي جاية اتمنى لو عجبك الفيديو ده اتمنى تعمل لايك تشجعني بيه ان انا استمر في النوعية دي من الفيديوهات واتمنى تعمل تعليق برأيك هل انت فعلا مصدق ان ده كله حقيقة ولا في خيالك ان الكلام ده فوتوشوب منتاج نستني تعليقاتكم وكل اقتراحاتكم على الفيديو ده واشكركم جدا على المشاهدة لحد النهاية اشوفهم على خير باذن الله في فيديو تاني جديد كان معاكم يوسف سعيد